أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لفراف ركزت على تطوير العلاقات بين البلدين على جميع المستويات بما يخدم مصالح الشعبين في كلمتي خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب جلسة المباحثات أعرب شكري عن سعادته بهذه المفاوضات مع نظيره الروسي والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في تزايد مستمر وأن استمرار الاعتماد على السلع التي يتم تبادلها بين مصر وروسيا أمر هام ويجري الحفاظ عليه والتوسع فيه سوف نستمر في تواصلنا الوثيق فيما بيننا لدعم العلاقة الثنائية ونعتز بالاحتفال بـ 80 عام على خامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ونستمر في التنسيق الوثيق والعمل المشترك على أساس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتاريخ الطويل الذي يعد أردية مستقرة لهذه العلاقة التي دائما اتسمت بالإيجابية ترجمة نانسي قنقر